اشتركوا في القناة 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 هو السؤال عن الشخص العاطل هو السؤال عن الكيفية اشتركوا في القناة 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 بحكاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحكاة اشتركوا في القناة 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 أغلق الباب ممكن بعلامة التعجب لأنه عم تغطي صوت ممكن تحكي يعني لف يمين يعني لف أو در عشمالك يعني لف عشمالك شو كمان عنا مثلا ممكن نحكي take your pencil out إذن أخرج قلمك ممكن كمان نحكي open your book افتح كتابك شو كمان هل كم واحدة و واحدة و ثنتين و ثلاثة و أربعة و خمسة كم بدون مهمة ستة شو ممكن نحكي erase the board إذن امحي اللوح نروح للآن للسؤال if guess what it is إذن خمن ما هو هذا الشيء الموجود guess what is it أو what it is إذن خمن ما هو هذا الشيء give some items to your teacher إذن أعطي بعض الأدوات لمعلمك example على سبيل المثال pencil قلم رصاص pin قلم حبر keys مفاتيح hairbrush فرشاد أو المشت cell phone هاتف etc إلى آخري your teacher puts the items into a bag or back pack و معلمك بحط هاي الأشياء جوه الشنطة one student puts on a blindfold إذن واحد يعني طالب واحد بحط a blindfold اللي هي اللي هي estaba أداء ما عينة أو يعني شيء من هذو الأدوات feels it وشعر فيها بحسه يعني and says what it is وبيحكي شوه ي the class says if the student is right or wrong و الطلال إذا هو صحي أو الغلط أنا أحنا بدنا نحط هاي الشغلات جوه الشار الأو ونحكي له what is it شو هي الأشياء الموجودة فهو بدو يحسها ويحكي لنا شو الجواب الصحي طيب فإحنا سألنا السؤال راح نحكي له What is it الإشيلي اللي لمس له What is it ونحط على أنت السؤال Is it a calculator فهو عم بحكي لنا هل هي آلة حاسبة Yes it is No it isn't فإذا كانت فعلاً آلة حاسبة الشغلة اللي حاسة بنحكي Yes it is إذا كانت مش آلة حاسبة يعني هو إحساس وكان غضب فمنحكي له No it isn't ومنتقل يا حلوين لا السؤال أو لا الصفحة اللي بعد ننتقل لقسم القراءة reading بحكي لك Before reading قبل القراءة Look at the photos انظرين الصور What do you know about the Dominican Republic إذن ماذا تعرف عن جمهورية الدومينيكان Dominican Republic Read the ad اقرأ الإعلان and complete the questionnaire واكمل الاستبيان then complete the form ومن ثم بأكمل النموذج خلينا نشوف شو الإعلان When a free trip اربح جائزة أو رحلة مجانا to the Caribbean إذن اربح a free trip رحلة مجانا إلى جزيرة الكاريبيان أو كاريبيان اللي هي جزيرة موجودة في جمهورية الدومينيكان يعني هاي عندك من هاي شمال أمريكا وهي جنوب أمريكا هي جاية في الوسط طيب خلينا نقرأ This is a special contest from Caribbean cruises إذن هذا يعني عرض خاص من Caribbean cruises يعني منظمين أو cruises يعني الرحلات البحرية الكاريبية لهديك المنطقة يعني اللي بنظموا الرحلات لهديك المنطقة Mark all the correct answers إذن علم أو جاوب يعني علم على الإجابات الصحيحة and win a free trip on one of our ships إذن علم على الإجابات الصحيحة ومن ثم فز برحلة في واحدة من سفن يعني متن السفننا على السفن تبعاتنا You can win a trip from Miami to the Dominican Republic إذن بإمكانك أنك تفوز برحلة من ميامي إلى جمهورية الدومينيكان The capital of the Dominican Republic is إذن عاصمة الجمهورية الدومينيكان هي إذن العاصمة Santo Domingo Santo Domingo طبعا Santo Domingo يعني الأحد المقدس أو الأحد القديس إلى آخر هذا المعن طيب الآن فتب عفوا بيسبول is the national sport إذن الجواب الصحيح اللي هو بيسبول كرة كرة المضرب هي الرياضة الوطنية فتبول كرة سيرفين اللي هو البحار spanish is the official language إذن بسبنية هي اللغة رسمية french فرنسي و انجليزي إذن جواب صحي spanish that dominican republic is located on the island of إذن جمهورية الدومينيكم is located يعني موجودة on the island of على جزيرة ispanola ispanola إذن إذن ispanola إذن هي موجودة على جزيرة الإسبانيولة هي يعني الإسبانية بس هي مش فعلا إسبانيا لكن هي دول أمريكا الشمالية والجنوبية اللي بيتحدث الإسبانيا تمام لأن هذيك الدول الموجودة هنا تتحدث اللغة الإسبانية لأن يسموها إسبانيول لكن ما العلاقة بإسباني موقع the principal industry is tourism إذن يعني الإشي المشهورين فيهم السياحة coconuts اللي هو الجوز الهند pineapples اللي هو الآن الناس الجواب خطأ فهم الآن بحكي لك أكتب عنوانك هون عشان تدخل على السحب complete this form and send it to أكبل هذا النموذج وأرسله إلى win a trip contest هذول عنوان اللي منظمين الرحلة عشان ترسل لهم هذا الاستبيان اللي انت جاوبتو عشان تربح رحلة لل caribbean place أو caribbean cruisers يعني الرحلات البحرية على جزر الكاريبي أو البحر الكاريبي إذن هون we choose one entry at random and that is the winner نحن نختار يعني شخص واحد عشوائي تمام يعني عندهم ساحب بيختار ورخة واحدة وبيحدد الفائز هون انت بتحط اسمك بتحط العموان بتحط العمر بتحط التيفون وبتحط الإيميل إلى آخرين ننزل الأشياء المهمة فأنا بحكي لك the prize for the winner after reading answer yes or no يعني رحلة مجانية جواب yes caribbean cruises is an airline إذن رحلات البحرية في الجزر الكريبي is an airline هي عبارة عن خطوط طيران لا خطأ the contest is about essay writing إذن بحكي لك المحتوى اللي قرأنا عنه كان عم بحكي عن كتابة مقالة كتابة مقالة الجواب نو كان عم بحكي عن رحلة إلى الجزر الكريبي you need to complete your personal information أنت تحتاج لإكمال معلوماتك الشخصية أكيد في حال إذا حاب أنك تفوز بالجائزة لازم تعبي معلوماتك الشخصية نروح لقسم الكتاب writing complete a paragraph about the Dominican Republic use the information in the contest from contest form to help you فأم بحكي لك أكمل فقرة حول جمهورية الدومينيكان واستخدم المعلومات الموجودة في المقال عشان يساعدك طيب the Dominican Republic الجواب is on the island of إسبانيولا إذن جمهورية الدومينيكان هي على جزيرة الإسبانيولا موجودة يعني موقحة على جزيرة أو في جزيرة الإسبانيولا حكينا عنها أيضا the island is هايتي وأيضا هناك موجود جزيرة هايتي the island is in the Caribbean sea Caribbean sea the capital إذن the capital of the Dominican Republic is Santo دومينغو إذن عاصمة الجمهورية هي Santo دومينغو and Spanish is the official language والإسبانية هي اللغة الرسمية the beaches at Punta Cana and Puerto Plata إذن الشواطئ في Punta Cana وفي Puerto Plata are famous يعني مشهورين are famous مشهورين are famous نشطب الأ the country is a favorite destination for tourists إذن الدولة هي مشهورين يعني وجهة سياحية مفضلة للسياح الفرع ب write about your country اكتب عن دولتك use the questions to help you write إذن نكتب عن دولتك use the questions استخدم الأسئلة عشان ساعدك في الكتابة where is your country where is your country is it near شو هي الدول القريبة إذن my country is located in the middle east إذن دولة الأردن هي موقحة في الشرق الوصد it is near the red sea إذن هي قريبة من البحر الأحمر إنت طبعا كونك السعودية راح تكتب دولتك the capital is عمان لكن هنبعطيكم معلومات جديدة أنتم هنبعطون العاصمة عمان the official language is Arabic اللغة الرسمية العربية famous place is عقبة مولودة في جنوب الأردن اللي فيها البحر الأحمر a popular sport is football يعني الرياضة المشهورة هي my country is famous for إذن البلد مشهورة في for men's مثلا يعني البلد مشهورة في أكلة المنصف ننتقل يا حلوين للصفحة اللي بعد ننتقل للصفحة اللي بعد بحكي لك chant along يعني أنشد chant يعني يغني ينشد تمام orders orders الأوامر everywhere في كل مكان chorus هي يعني فقرة غنائية بسموة chorus الآن أتوقع يعني موجود الاستماع في جوجل في المصادر الموجودة عندكم متوفرة إحنا راح نقراها ونصرحها بطريقة عادية orders orders all around يعني الأوابر في كل مكان give me a break يعني أعطي راحة أو ريحني أو أعطي وقت من راحة أعطي أو ونصر ولي أجلي ماذا أعطي أعطي لست طفلا بعد ذلك إلى آخرين ننزل تحت بحكي get up get up get up get up يعني in help in help say hello مرحبا brush your teeth فرشي صنانك it's time to go حان وقت ذهاب hurry hurry استعجل you'll be late ستكون متأخرا the bus is here it can wait the bus is here ready لا يمكن الانتظار ال bus وصل بهذا المعنى لا يمكن الانتظار please come in من فضلك ادخل and close the door وأغلق الباب put your bag bags on the floor ضع شمتك على الأرض stop your talking أوقف كلامك open your books افتح كتبك find a partner جد شريكا أو زميلا work in groups وعملوا وعملوا في مجموعة طبعا يعني انت مثلا هون الأوامر التي تتعلق بالبيت هون الأوامر تتعلق بالدراسة هون الأوامر تتعلق بالنسبة make your bed يعني طتب سريرة clean your room نظف غرفتك sweep the floor كنس الأرض use the broom استخدم المكنسة what's that noise شهد الازعاج stop it now أوقفه الآن do your homework اعمل واجباتك get off the phone او get off the phone يعني اقل عن الهاتف او اترك الهاتف الذي طيب الآن vocabulary match the two parts of the sentences او of the sentences بكل صل يعني بين الجزئين من هؤلاء الجمه please كاملين من فضلك ادخل get off the phone يعني اترك الهاتف work with a partner اشتغل مع زميلك close the door سكر الباب use the broom to sweep إذا نستخدم المكنسة to sweep عشان كالنسب يحكي لك لأن أكتب أربع أوامر or commands for each situation لكل من الحالات الآتية بدنا أربع أوامر before school قبل المدرسة الآن راح أعطيكم ياهم من الموجودين هون get up انهب brush your teeth هذور قبل المدرسة it's time to go حان وقت ذاب hurry hurry يعني استعجل استعجل هذول أربع أوامر قبل قبل ذهاب إلى المدرسة classroom إذا بدنا أربع أوامر داخل الحجرة الصفية please come in close the door كل هاي الأوامر موجودة في الصف اختار أربعة منها احنا ترجمناها after school بعد المدرسة make your bed rest clean your room نظف غرفتك حكيناهم وترجمناهم بتحطوهم هون ننتقل الآن للاستيعاب comprehension answer yes or no أجب بنا مولا the chanter is happy المغني سعيد no كان بيحكي I'm not kid anymore عم بيتثمر من الكثرة الأوامر the chanter is a child المغني الطفل حسب صوته هو كبير the boss isn't late الباص لم يكن متأخرا فعلا ما كان متأخر إنما هو يعني الطفل أو الطفل عفوا هو كان راح يتأخر والطالب the chanter is a student المغني هو الطالب هلا إذا من ناحية صوته لا مش طالب لكن إذا قصدهم داخل الكلام اللي كانوا بيحكوه فهو الطالب فحسبوه شو المقصود لنت الآن شوف شو معلمك بيحكي شو الأجوب الصحيح اللي هي موجودة في دليل المعلم the chanter's transportation is a bike إذن وسيرة المواصلات للمغني هي الدراجة لا كان عم يتكلم عن الباص الباص the chanter likes orders المغني يحب الأوامر نو ما بيحب الأوابر لأنه كان يحكي I'm not kid anymore unless you're a child بعد ذلك المهم نروح للأهم writing write your orders that you don't like at home and do that you don't like in the class compare with a parter بيحكي لك أكتب أمرين أنت ما بتحبهم في البيت وأمرين ما بتحبهم في الصف وقارنهم مع زمنها add home مثلا شو ما بتحب make your bid رتب سريبك بتحب دائما الفوضى do your homework بها بتحب تعمل واجبات هاي من الأوامر اللي أنت ما بتحبها do your homework عمل واجبات طيب الآن في الصف شو اللي ما بتحبه مثلا ممكن نحكي get out طبع حط علامة دائما تعجب حط علامة تعجب وان حط علامة تعجب get out اطلع برة مثلا شو ممكن ممكن bring your homework tomorrow يعني جيبوا الواجب غدا مثلا في البدالين ما بتحب انك تحيل واجبات بتحب تضلك جالس على التلفزيون مثلا project مشروع الخامس work in a group prepare a set of school rules that students would like فاهم احكي لك مشروع يعني اشتغل في مجموعة وحضر مجموعة من أوامر المدرسة اللي الطلاب ممكن يحبوها don't give homework لا تعطي واجبا cell phones are ok الهواتف مسموح فيها طبعا يعني بيكون حلم للطلاب يعطيكم العافية الطلاب الأول المتوسط هذا مسروع انتحاب شضي في كلمات الزيادة هون الامر الامر برجاء لا تنسونا من صالح دعاكم شاكر وقتكم صبر كم شوفكم على خير ان شاء الله واستنونا في الوحدة الخامسة بعنوان فهم رس اشتركوا في القناة